السلام عليكم متابعي براما سبورت رسميا قائمة منتخبنا الوطني لمواجهة كوريا الشمالية واليابان بالتصفيات الآسيوية هاي القائمة اللي صارت بالضم 3 لاعبين جداد لأول مرة ممكن نشوفهم مع المنتخب وأيضا عودة عمر السومة وعودة بعض اللاعبين اللي تم استبعادهم مؤخرا وغيابات بالجملة نتيجة بعض الظروف اللي ممكن نحكي عنها بهذا الفيديو لا اعطي راض على حكمك يا رب قبل ما نحكي عن قائمة المنتخب هذا القميص الموجود واللي لابسه هو قميص منتخب سوريا اللي جديد متوفر بشركة سبورستيشن قميص منتخب سوريا منتخب العراق كل المنتخبات العربية والأندية العالمية والمنتخبات العالمية موجودة بشركة سبورستيشن فيك تتواصل مع الشركة عن طريق رقم الواتس أب اللي عم بتشوفه على الشاشة الأطقم بأسعار مناسبة جدا وبتوصل لكل دول العالم عادة سوريا ولبنان للأسف الشديد توصل لكل دول العالم عن طريق الواتس أب فقط ممكن تتواصل مع الشركة الأسعار مناسبة والجودة ممتازة جدا قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل موسيقى موسيقى يا صديقه العزيز أنا كنت متوقع بأن قائمة المنتخب رح تطلع يوم الأحد فكنت مجهز فيديو ليوم السبت مصوره مسبقا نحكي فيه عن سبب تأخر قوائم المنتخب بشكل عام لكن طالما طلعت القائمة فخلص الفيديو اللي صورنا راح بمعية بقية الفيديو هذة اللي كنا عم منصورها سابقا ومنلغيها للأسف الشديد فبالتالي اتفاجأنا بقائمة المنتخب أنه ظهرت يوم السبت كان عأساس يوم الأحد لكن بالمجمل القائمة أنا بشوفها جيدة لمواجهة كوريا الشمالية واليابان نعم الغيابات مؤثرة خصوصا غياب أيهم أوسو وغياب عمر خريبين شأن أم أبينا غياب عمر خريبين كمان مؤثر معنى غياب سهل إطلاقا وغياب أيهم أوسو بخط الدفاع أكيد غياب مؤثر بشكل كبير أما محمد عثمان اعتدنا على غياباته بمعسكرات المنتخب ومع المنتخب بالفترة الأخيرة والبقية موجودين وكلنا ثقة بهاللاعبين وهون خلونا نبدأ بمركز حراسة المرمى مركز حراسة المرمى عم بنشوف فيها استبعاد لإبراهيم عالمي لطاها موسى سبقوا كنا دايما عم نشوفهم بقائمة المنتخب حاليا عم بيتم الاعتماد على حراسة جداد ستيبان جليل وإلياس هدايا بمركز حراسة المرمى مع أحمد مدنية ومكسيم صراف من الناحية أنا بشوف أمر منطقي جدا غياب إبراهيم عالمي يعني هذا الموسم مع تشرين ما كان عم بيؤدي مستوى مبهر كانوا في حراس حتى بالدور السوري أفضل من إبراهيم عالمي كمستوى وكأداء يعني أنت بتحكي عن ويليام غنام حارس نادي الطليعة كان عم بيقدم مستوى رائع يزن عرابي كان عم بيقدم مستوى جيد في عدة حراس حتى طاها موسى قدم مستوى ممتاز مع الفتوة وبركلات الترجيح شفنا ببطولة الكأس كان كمان عم بيقدم مستوى جيد فبالتالي في حراس عم بيقدم أفضل من إبراهيم عالمي كمان استبعاد طاها موسى أنا بشوفه منطقي رغم تحقيقه لقاب الدوري والكأس مع الفتوة نتيجة العمر يعني بالنهاية أنت عندك حراس ممكن يعطو أكتر وانت بهذا المركز بالذات لا تعتمد بشكل أساسي على طاها موسى يعني مانو اللاعب المحوري بقائمة المنتخب فبالتالي الأمور أنا بشوفها منطقية جدا بمركز حراسة المرمى أحمد مدنية نعم بالفترة الأخيرة مع الفيصلي ما عم بيأخذ دقائق وانا بشوف انه انتقاله لنادي الفيصلي ما كان انتقال جيد ما كان من بداية الموسم بفترة تواجد فيها مع نادي الفيصلي كان متألق فيها الحارس الآخر فبالتالي حتى يعني قراره بالانتقال ما كان جيد لكن بالمجمل أحمد مدنية يشفع له بطولة كأس آسي اللي قدم فيها بطولة رائعة جدا فبالتالي تواجده كمان أمر منطقي جدا بالنسبة لي أنا بمركز حراسة المرمى ممكن يعني فقط ماكسيم صراف ما عم نشوفه عم بيلعب دقائق كان ممكن ويليام غنام يلعب يتواجد كحارس رابع بقائمة المنتخب لكن بالنهاية نشوف انه القائمة بيتواجد فيها ستيبان جليل اللي حابين نشوفه وإلياس هدايا اللي كمان حابين ياخد فرصة الفرصة صعبة جدا حاليا انك تعطي فرصة لثلاث حراس تقريبا أحمد مدنية كخبرة وكتواجد ببطولة كاس آسيا إلياس هدايا كطول وكعم بيتواجد دائما بقائمة المنتخب وما عم بياخد الفرصة ستيبان جليل حارس جديد يعني بصراحة الأمر شوي معقد لكن إن شاء الله تكون المنافسة قوية والأفضل يتواجد بالتشكيل الأساسية بمباراة كوريا الشمالية واليابان نروح لمركز قلب الدفاع من لاقي فيه إمليانو عمور ثائر كروما عمر ميداني ومؤيد الخولي يعني بشوف أن الجمهور أكيد شايف بين عمر ميداني تقريبا يعني انتهى ما لازم يتواجد بقائمة المنتخب بالناس مو حابة عمر ميداني بنفس الوقت أنا بشوف أنه بغياب أيهم أوسو بالغيابات الموجودة ما عندك اللعب المميزين بشكل كبير اللهم يعني أنا حتى بشوف أنه مؤيد الخولي بالفترة الأخيرة غير جيد على فكرة يعني مع نادي الجيش بالدوري غير جيد يعني إذا أنت بتتابع الدوري بتشوف مؤيد الخولي أقل بكتير من مدافع نادي الفتوى عبد الرزاق لمحمد أقل من يوسف الحمون أقل من يوسف محمد بنادي الوحدة يعني هل هل ثلاث مدافعين أنا بشوف مؤيد الخولي أقل منهم بكتير بصراحة نعم أنا كنت أكتر مدافعين على المؤيد الخولي لما كان عم بيقدم مستوى جيد بالدوري ومع المنتخب لكن حاليا ما بشوفه جيد بالنسبة لعمر ميداني مستوى ثابت لكن كمان في يعني عبد الرزاق المحمد ويوسف الحموي ويوسف محمد ممكن يكونوا أفضل حتى من عمر ميداني بالوقت الحالي وفي عبد الله الشامي كمان عم بيقدم مستويات جيدة فبالتالي أنت بتحكي عن لعيبة قرارات مدرب أكتر من كونه أنت كمقتنع وغير مقتنع موجودين بالمنتخب قرارات مدرب يعني ما فينا أنا دائما يعني بروح باتجاه قرار المدرب ممكن إذا لاعب غاب بسبب مختلف نناقش هذا الموضوع لكن إذا اللاعب تواجد مع قائمة المنتخب مجبورين ندعمه يعني ما في مجال يعني من طول عمرنا عم ندعم أي لاعب موجود بقائمة المنتخب أي كان الاسم لكن وجهة النظر بتمنى يتقبلها عمر ميداني ومؤيد الخولي في لعبة حاليا عم بيقدموا أفضل عمر ميداني أنا بال2018 كنت من أكتر المدافعين عنه مؤيد الخولي بعد بطولة كأس العرب كنت من أكتر المدافعين عنه لكن لما بتحكي عن ثلاث لعبة آخرين بمستوى عم بيقدموا خلال الدوري مستوى جيد ومستوى مميز وثبات فأنت عم تحكي عن عبد الرزاق المحمد يوسف الحموي ويوسف محمد انظلموا بعدم التواجد مع قائمة المنتخب على الأقل لاعب من هاللاعبين مكان أما مؤيد الخولي أو عمر ميداني بالنسبة للأظهرة فأنت عم تحكي عن مؤيد العجان عمر جنيات وعبد الرحمن ويس عبد الرحمن ويس ومؤيد العجان قدموا ببطولة كأس آسيا مستوى ممتاز عمر جنيات واضح جدا بأن المدرب مقتنع فيه بمستوى من خلال التدريبات شفت له بعض المباريات الأخيرة مع ناتي الوحدة نعم كان جيد كان جيد بصراحة الدام حطين والدام الألف توة ما كان سيء بالعكس كان جيد وكان عم بيلعب بشكل جيد فبالتالي كنت أحد الناس المعترضة على تواجده بقائمة كأس آسيا وحاليا أنا مقتنع بأن أفضل الموجودين في ظل الغيابات الموجودة فبالتالي عمر جنيات مع عبد الرحمن ويس مع مؤيد العجان حتى مؤيد العجان ببعض الفترات كنت عم بانتقده حاليا أنا بشوفه مميز قدم مستوى رائع قدم يانمار وبطولة كأس آسيا من دون أخطاء عبد الرحمن ويس لعيب جيد متحرك سريع في بعض الأخطاء بالحالة الدفاعية لكن بيأديها بالحالة الهجومية بشكل جيد فبالتالي يعني أنت عم تحكي عن تلك لعيبة بالوقت الحالي ما عندك رفاهية التبديل بهذا المركز تحديدا لأن ما في اللاعب الأميز من هاللعيبة اللهم في لاعب ان ظلم بهالخطة كمان كرم عمران لاعب نادي الفتوة عم بيقدم موسم رائع في ناس راح تقول أنت كثيرا عم تحكي عن لعيبة الفتوة لأن عم بيحقق لقب الدوري ولقب الكأس وعم بيقدم مستويات فبالتالي كرم عمران أحد هاللعب يعني هو بالتالي مو ابن نادي الفتوة يعني إلى المعلومة حتى دافع عنه عبد الرزاق المحمد مو ابن نادي الفتوة يوسف الحموي مو ابن نادي الفتوة يعني يوسف الحموي مو ابن نادي الفتوة أو النادي الوحدة فبالتالي نحن ما عم نحكي بأن هذا ابن الشام أو ابن الدير أو ابن حلب أو ابن اللادية أو ابن طرطوس أو ابن السويدة عم نحكي عن لعيبة قدموا شي بالدوري في لعيبة موجودين من الدوري اللعيبة الغائبين واللي موضوا للقائمة ممكن يكونوا أفضل كرم عمران أحد اللعيبة اللي كان لازم يتواجد بقائمة المنتخب ما بعرف ليش يعني فيها كفيتو على هذا اللعب بالتحديد لا بعرفه ولا بحياتي تواصلت معه لكن بشوفه عم بيقدم مستوى جيد ومستوى ثابت وهادئ ورزين بالتشكيلة طبعاً منروح لخط الوسط منلاقي خليل الياس محمد عنز إزاكيل العم وحتى ممكن نضيف ألمار براهام وفهد اليوسف ونحكي كمان عن هل الأسماء هلأ خليل الياس وإزاكيل العم بظن يعني الموضوع ما بيحتاجش لشرح نحن قدموا مستوى جيد ببطولة كأس آسيا ما شفنا المستوى المبهر للخارق لكن مستوى جيد من دون أخطاء ومهمين جداً للمنتخب ألمار براهام ما شفناه بشكل كبير يعني فيه ناس عم بتقول أنه لاعب عادي فيه ناس عم بتقول لاعب جيد لكن ما عم بنشوفه فبالتالي ما فينا نقول هو مفيد للمنتخب بشكل جيد أو لا محمد عنز كمان أحد الأسماء اللي الناس عم تنتقده ببعض الأحيان أنا بشوف محمد عنز اللي بتابعه بيه الدوري البحريني رح يلاقي بأن محمد عنز عم يقدم مستوى جيد من أفضل اللاعبة بالدوري البحريني الدوري البحريني أفضل من الدوري السوري بكتير حالياً الدوري البحريني أفضل الدوري البحريني بتلاقي فيه أنديا بتوصل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي لنصف نهائي أنديا منافسة أنديا قوية فبالتالي لما بتحكي عن محمد عنز لازم تتابع محمد عنز بي بي لذلك أنا مقتنع بقرار هيكتور كوبر بعودة محمد عنز لأنه عم بيقدم أحصائيات وأرقام ومستوى ثابت هلا مع المنتخب أنت أساساً ما عم بتشوفه عم بيلعب بشكل كبير مباراة بيلعبها ثلاث أربع مبارايات ما عم بيلعبها فبالتالي يعني في ناس كمان هيك يعني ممكن مو عاجبها اسم محمد عنز ممكن مو عاجبها طريقة محمد عنز باللعب أنا ممكن أنتقده بعد المباراة لكن بالمجمل لما يتوم استدعاه لقائمة المنتخب بشوف شو قدم مع نادي بالدور البحريني بقول منطقي جداً منطقي جداً وحتى فهد اليوسف يعني في ناس ممكن زعلانة من فهد اليوسف لأنه أضاع ركل الترجيح بطولة كاساسيا لكني زي بتتابعوا بالدور العراقي مع نادي الشرطة كمان عم بيقدم مستوى أفضل من أفضل اللعيبة المحترفين الموجودين بالدور العراقي الدور العراقي حالياً بيجيبوا لعيبة محترفين مميزين لا فهد اليوسف عم بيقدم أفضل منه نعم كبير بالعمر لكن ممكن يخدم حتى بمركز آخر مركز ظهير اليسار أحياناً مركز ظهير اليمين لاعب تكتيكي بيلعب جناح يمين جناح يعني أنا مقتنع بفكرة هيكتور كوبر باستدعاء فهد اليوسف يعني الأمر أنا بشوفه كمان منطقي جداً يعني ليش بدنا نحارب هذا اللعب لأن أضاع ركل الترجيح لا أطلاقاً طالما هذا اللعب عم بيقدم مستوى جيد فأنت بدك تستدعيه في بعض اللعيبة أحياناً بيقدم مستوى خرافي مع النادي يتم استدعاءه للمنتخب ما عم بيقدم فما بشوف أنه في ناس عم بتطالبه ببيئة الرحيل عن المنتخب لا هو عم بيقدم لكن ممكن مع المنتخب الظروف مختلفة البيئة مختلفة الوضع مختلف فبالتالي يا جماعة بخط الوسط أنا بشوف أنه هاللعيب الموجودين أفضل الموجودين يعني أفضل ما يمكن أنه يتواجد حالياً ممكن فيه لاعب لاعبين انظلموا بعدم التواجد أنت بالنهاية ما عندك هاي الرفاهية الكبيرة أنك تضم عدد هائل من اللاعبين بهذا المركز طبعاً بخط الهجوم والأجنحة والحالة الهجومية من لاي عمار رمضان محمود الأسود دالي هو إيران دوست عودة محمد حلاء عودة عمر السومة تواجد اسم علاء الدالي توبياس القاضي وإبراهيم هسار كمان بالحالة الهجومية يعني نحن إذا شوي لعبنا بهجوم بحالة هجومية جيدة وانتخبنا مانو سيئ أنت عندك دالي هو إيران دوست عندك عمار رمضان عندك إبراهيم هسار توبياس القاضي وعودة عمر السومة يعني أمر جيد للمنتخب أنا بشوف أنه المنتخب بالحالة الهجومية ما أنا سيئين نعم شئنا مقابين هلا في ناس بتكره عمر خريبين أنا بشوف أنه غيابه مؤثر يعني شو شو كل ما بيتواجد مع المنتخب بيجيب أهداف الزلمة هلا هو ممكن نحكي بفيديو مفصل عن عمر خريبين ومحمد عثمان وبشفيلك غليلك وبشفيلي غليلي لكن الموجودين حاليا أنا بشوف أنه أمر جيد يعني تواجد محمد حلاء وعمار رمضان وداليهو إيراندوس وإبراهيم هسار وتوبياس القاضي هلا ممكن توبياس القاضي ما يأخذ فرصة كبيرة لكن بظن داليهو إيراندوس قدم أوراق اعتماده كلاعب أساسي اللاعب أساسي بصراحة إبراهيم هسار مع عمر السومة مع عمار رمضان خليط جيد لكن إذا تجرأنا بالحالة الهجومية شوي رح نلاقي منتخبنا ممكن يعني يحقق فوز عريض على كوريا الشمالية ما بدنا نفوت بهذا التفاؤل الكبير التفاؤل الضخم التفاؤل لكن منتخبنا أفضل من كوريا الشمالية موضوع الثقة موضوع الخوف أنا لازلت خاف بحكي لك إياها بكل صراحة لازلت خاف وإذا بترجع لعندي حتى عمر السومة ما كنت بتمنى يتواجد به مباراة كوريا الشمالية واليابان لأن مباريات فيها أزنة فيها أما رح ترجع عمر السومة بشكل كبير أو رح تخلي الناس كانت هاي المباراة كنت حابب حتى عمر السومة ما يتواجد فيها أو كنت واسق بإبراهيم هسار وتوبياس القاضي وعلاقة الدالي واللعاب الموجودين يعني ما عندي مشكلة بغياب أو بتواجد لعب لكن إذا لعب نظلم نحكي إنه نظلم ما من جامل بهذا الموضوع إذا نظلم بعدم الاستدعاء نحكي إنه نظلم ولو يرجع الزمن رح نحكي نفس الكلام نفس الكلام حرفيا إنه اللعب هذا نظلم نفس الأمر ما بيتغير عندي شيء لكن عن قناعة بالوقت الحالي لا أنا ما أنا مقتنع لكن إن شاء الله إن شاء الله يجيب هاترك إن شاء الله يجيب أربعة أهداف وخمس أهداف وإن شاء الله نعمل هذا الشيء قدام كوريا الشمالية وتتغير أساسا النفسية لدى أغلب الناس وأغلب المشجعين وأراء المستبقة بأن هذا اللعب عمل هيك وهذا اللعب عمل هيك يعني على كل حال موضوع عمر خريبين ومحمد عثمان بيحتاج لفيديو آخر مختلف عن قائمة المنتخب ممكن نحكيه بالفيديوهات القادمة للناس اللي لسه عم بتتابعنا هلا حاليا رح نحكي بشكل بسيط عن نهائي كأس الجمهورية فيديو أساسا أنا مصوره سابقا فتحملونا أثيرا لازم نحكي وبشكل مقتطب يعني بصراحة عن نهائي كأس الجمهورية ألف مبروك للأزوري مبروك لنادي الفتوة الفوز بلقب كأس الجمهورية وهارد لك لبرتقالة الدمشقية نادي الوحدة بصراحة المباراة النهائية كانت سيئة بكل المقاييس حتى ما أنا حابب أحكي عنها لكن بظن في بعض من جماهير الفتوة ليش ما باركتلنا في بعض من جماهير الوحدة ليش ما حكيت عن ركلة الترجيح الأخيرة يا جماعة ركلة الترجيح الأخيرة صدقا بدها ألف كاميرا عين الصقر لحتى يشوفها بشكل مظبوط يعني أنتو عم بتشوفوا بمباريات الدور الإسباني والدور الإنجليزي في حديث عن التحكيم عن موضوع هذا الخط يعني صعب جدا يعني أنا أطلع أقول هذا هدف كان لنادي الوحدة ركلة ترجيح صحيحة سددها أو غير صحيحة هون أنا عم بظلم طرف من الأطراف فالموضوع ليس حياد لكن لا في تقنية عين الصقر ولا في تقنية فار ولا فهذا هو الواقع بالنسبة للمباراة بشكل عام سيئة سيئة بكل المقاييس ملعب الملعب سيئة ملعب المباراة النهائية سيئة النقل التلفزيوني كارثي الإخراج مأساوي يعني الإخراج إخراج إخراج المباراة شلشنا شلشنا المخرج شلشنا كرهنا كرة القدم صدقا يا كرهنا كرة القدم هل في تقصد يعني أنا حابب أستفسر من الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم عم تتقصدوا إهانة هاي البطولة إذا في تقصد يعني عم يلغوا البطولة قولوا يا جماعة نحنا متبري منها هذا الشي اللي عم تعملوه غير منطقي غير منطقي إطلاقا يعني كرهتونا بالرياضة أنا عم تابعت كأس الجمهورية بالألفين واثنين لكن نقل التلفزيوني كان المعدات نفسه نفسه لكن النقل التلفزيوني كان محترم الملعب كان جيد يا أخي ملعب بسوريا ما فيك تعملوا لإقامة مباراة نهائية أمر غير مقبولة الناس اللي اللي عم بتبرر هذا الشي لالاتحاد الرياضي العام ولاتحاد كرة القدم أنتو يا عمي ما بعرفين في ناس شغالة محامي محامي دفاع عن اتحاد كرة القدم وانت يا داني بتكره أبو أيهم وبتكره صلاح رمضان في ناس وانت بتكره في راسك عمي أنا ما بكره حدا ولا بحب حدا أنا بدي الرياضة ببلدي يكون فيها على الأقل ملعب جيد شوف فيه اللاعبين اللاعبين على الأقل ممكن يعني نشوف لعب لعبين نحكي أنه ممكن ينضم للمنتخب ممكن يكون جاهز للمنتخب ممكن يفيد المنتخب الأمر صعب الأمر صعب جدا صدقا حبيت يعني شوف لعب نادي الفتوة المهاجم عبد الرحمن الحسين حبيت شوف المستوى اللي بيلعب ما فيني أحكم على اللاعب الملعب سيء حبيت يعني شوف يوسف الحموي وهو عبد الرزاق المحمد من الفتوة يوسف محمد من الوحدة يا جمال الموضوع صعب الموضوع صعب نعم قدموا مستوى جيد لكن كمان الملعب بساعد أي مدافع أنه المهاجم يكون سيء المهاجم يكون تمركزه سيء اتحاد كرة القدم والاتحاد الرياضي العام لا صيبتنا كبيرة فيكم بصراحة بصراحة مباراة نهائية بكأس الجمهورية يا أما لا لا تعملوا بطولة كأس جمهورية خلوكن على الدوري أسبوع بأسبوع ما بعرف يعني يشتغلوا على الهسي وانسوا انسوا هذا الموضوع بصراحة انتوا بتتحملوا المسؤولية في ناس عم تضحك على الدوري السوري أنا أنا بضحك عليه أنا بضحك على خيبتك كيف تضحك على الدوري السوري اللي هو دوري بلدك وكمان الدوري اللي أنت عم بتدافع عن اتحاد القدم ونسيان الدوري ما هو الدوري مسؤولية اتحاد القدم والاتحاد الرياضي العام كأس الجمهورية التناقض الموجود بسوريا ما بعرف يعني كيف أنت بتدافع عن لذلك لا لا اتحاد كرة القدم انتو ستندمون يوم لن ينفع الندم لا انتو ولا الاتحاد الرياضي العام ما حدا رح يدافع عنكم صدقا بعد المباراة النهائية اللي شفناها وبعد المشاكل اللي شفناها وبعد النقل التلفزيوني والاخراج معيب الشغل لكم معيب 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 يعني انا صراحة مصدوم ما شفت بحياتي اسوأ من هالمواسم اللي عم شوفها بالدور السوري في ظل هذا الاتحاد ما شفت لا اطلاقا بيعز الحرب بيعز الحرب الدور السوري كان افضل مباراة نهائية لا تستحق المتابعة ركلات ترجيح امتهت لصالح الفتوة الف مبروك للفتوة هاردك للوحدة ها هي الرياضة بسوريا ما حدا حابب يشتغل ملعب ملعب ما فيك تعملو